اشتركوا في القناة المهنية الشؤون الشخصية كمان بتعرف بعض البلبلة تنصحك الافلاك باعتماد الدبلوماسية بحياتك الشخصية العائلية والعاطفية وعدم التذرع بصراحتك مثلا حتى تطلق الاتهامات او الملاحظات الجارحة تبه الجرح يلي بيفوت عالقلب عادة ما فيك ترممه ما تجاوب على كل سؤال بها الشهر وما تعطي رأيك فليس كل ما يعرف يقال حاول انك تتجنب المواجهات والمصارحات بحياتك العائلية والشخصية بدك تقول لي يعني بدي كذب؟ يعني بدي غش؟ لا فيك ما تقول كل شيء وفيك تكون مثلا غائب عن بعض الاوضاع حتى ما تلقي حالك محرش كون متأني اذا توفرت للك فرصة عاطفية جديدة ما تغزي احقاد ماضية اذا عادت قصة قديمة للظهور بحياتك تجنب اي نقاشات ما في جدوى منها انت ما لحت صحح الا ما افسد يا عزيزي خاصة اذا تعلقت المسألة بامر مادي الو ارتباط بامر عاطفي وعنيت منه او انتبه من محاسبة اثارة غيزك بالماضي بدي قللك شو بقول نيتشي تانهي هالفيديو لا تقع ضحية المثالية المفرطة معتقدا ان قول الحقيقة يقربك من الناس الناس تحب وتكافئ من يستطيع تخديرها بالاوهام منذ القدم والبشر لا تعاقب الا من يقول الحقيقة اذا اردت البقاء مع الناس فشاركها اوهامها الحقيقة يقولها من يرغب في الرحيل نيتشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة